جاء الطفل يسوع جاء الملك إلى مدينة الملك العظيم أورشليم العظيمة إلى منطقة الهيكل في جبل مريا ملاصق إلى جبل صهيون وهناك في الهيكل حيث تقدم الذبائح والذبائح في الأعياد أيضا وتأتي الناس لتعبد الله جاء الطفل يسوع هناك حبائي وأعلن عنه أنه فداء وأنه خلاص وأنه نور وأنه تعزية للجميع وكان سبب فرح لكل من رأى الطفل يسوع المسيح وكانت مريم تتعجب من كل شيء وكانت تحطه في قلبها كانت متفكرة في كل هذه الأمور في قلبها مدركة وعالمة أن الله سيستخدم ابنها يسوع المسيح لكي يكون مخلص العالم أجمع هذه القصة أحبائي لم تكن صدفة مثل ما ذكرت أنه ابتدأت في فكر الله قبل تأسيس العالم وابتدأت تتوضح في سفر التكوين أنه سيأتي من نسل المرأة وتمم نبوات العهد القديم وولد المسيح في ملء الزمان لكي يكون مخلص العالم مخلص البشرية ولكي يتمم مشيئة الآب ويصنع الفداء والخلاص الكامل العظيم يا لها من قصة عظيمة يا لها من قصة جميلة جدا حقا ولادة يسوع المسيح ولادة فريدة من نوعها ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدع اسمه عمان إيل ترجمة نانسي قنقر